اشتركوا في القناة بها خمسون في المائة من مجموع الحالات المسجلة حاليا على المستوى الوطني كما ان النسبة لحالات ايجابية بهذه الجهة وصلت الى اتناش في المائة في حين يبلغ المعدل الوطني اربعة فاصلة اثنان في المائة اضافة الى ذلك عرف عدد الاصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا حيث تم اكتشاف ازيد من تتو سبعين واحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الاكتلاف المغربي لليقضى الجنوبية ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فانه وامام هذه الوضع المقلقة ستواصل مشاورتها مع اللجنة العلمية من اجل اتخاذ تدابير اللازمة والمناسبة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وكذا اخدا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي لبلادنا وستحرص الحكومة على الاعلان عن هذه التدابير في الوقت المناسب حيث ان كل ما يتم تدوله حاليا بهذه الخصوص لا اسس له من الصحة وهو مجرد اخبار زائفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة